بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن حدا حذوهم ومن اقتدى بهم ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد أرحب بإخواني وبأخواتي الأباء الأمهات في هذا المجلس المبارك إن شاء الله عز وجل وأرجو الله تعالى بجوده وكرمه ومنه وفضله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق بنسبة لهذا اللقاء لقد أرسلت البارحة يوميات فيها الكلام عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بطريقة مختصرة وفي التخطيط السنوي الذي سبق أن أرسلناه قررنا أن يكون لنا في شهر 11 الميلادي يعني مصابقة في السيرة النبوية وقلنا سنجعل مذكرة أو في يومية يعني كل يوم يقرأ منها شيء للأطفال يتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لابد أن نتعاون عليه الأباء والأولياء والمعلمين والمعلمات فقد أرسلت هذه اليوميات إلى المجموعة مجموعة الأباء وسأطلب من أخي ناصر أن يرسلها عن طريق الإيميل كذلك من أراد أن يستخرج أن يصورها يصورها ومن أراد أن يبقيها ويستعملها له ذلك الغرض من ذلك أيها الفضلاء أيها الكرام أن نزرع في قلوب أبنائنا وفي قلوب بناتنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصغر أن نعلمهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ ذلك الأمر أولا بتعليمهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا المعلومات الأساسية التي يحتاجونها لمن من هو رسول الله من أين جاء أين ولد أين ترعرع ما هي البيئة التي نشأ فيها كيف كان قبل بعثته كيف بعث ما دفع على بعد هذا هذه معلومات هذه عبارة عن معلومات وبعد ذلك خطوة الموالية يعني ننتقل إلى خلقه إلى معاملته إلى عبادته إلى كذا وهذه الأمور كلها من أجل أن نزرع وأن نرسخ في القلوب حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب اتباعه لأن نريد أن نكون من أتباع رسول الله ومن أحباب رسول الله ونريد أن نكون من من يتباهى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأن الأنبياء يتباهون بأتباعهم فنحن نريد أن نكون من أتباع رسول الله ونريد أن نرضي الله تعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أردنا يعني نحن عندنا مادة سيرة ولكن نريد في هذا الشهر أن نلي أهمية وأن نزيد في الكلام يعني هذه السيرة العطرة إن شاء الله تربية وتعليما لهؤلاء الأبناء اشتركوا في القناة